أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين خلينا نشوف إلي حيحصل أو ما هي الفروق ما بين منتخب مصر ومنتخب الإفوالي من خلال طبعاً إيشو والحنفي حيقولون هذه الفروق وهم على الشاشة فضل بص يا كابتن إحنا عايزين نبقى متأكدين إن إحنا باللعب منتخب قوي هجومياً نعم منتخب عنده حلول هجومية قوية جداً وبالتحول بالكورة السريع عنده نقاط قوة وبالتأكيد عنده نقاط ضعف الأرقام اللي بتاع منتخب مصر ومنتخب كدفور هتأكد لك مدى قوة المنتخب ده نقاط القوة بيختاركوا منين دي مهمة هجومياً هما بيختاركوا المنتخب ده منين الليزبيس ده بيختاركوا فيه اتنين واختاركوا منه في الثلاث مباريات اتنين وعشرين مرة والليزبيس اللي جنبه اللي هو في ناحية الشمال اللي ما بين السنتر باكل اليمين والسنتر والباكل اليمين ومن العمق أربع مرات هما منتخب مش بيركز قوي على العمق بيركز على الأطراف أكتر عنده طرفين ما شاء الله عليهم في الناحية الشمال موجود ماكس جرادل وفي الناحية اليمين موجود نوكلاس بيبي هنا في الليسبيس دو التسعة اختركوا اختركوا 19 مرة في الثلاث مطشاط والليسبيس اللي هو في الناحية اليمين 18 عموما نقاط القوة لمنتخب كودوفور الأقوى الحطة الأقوى ليهم هما الطرفين وتحديدا الطرف اليمين ناحية نوكلاس بيبي نوكلاس بيبي بيمثل نقطة قوة كبيرة جدا جدا لمنتخب كودوفور في الواحد على واحد قوي مهاري سريع بيعتمدوا عليه بيلعب جوه السندوق كويس جدا هو واحد داف الفريق عنده جنين فنوكلاس بيبي أرقام ممكن معنا أرقام نوكلاس بيبي ممكن نشوفها هتقول نعم الهدف قوي جدا هو تلاعب مطشين لارك بديل مطش عدد الدقيق 210 الأهداف هدفين بمعدل 85 من 100 لكل مباراة الأهداف المتوقعة بتاعته واحد واحد وتسعة واربعين بمعدل 64 لكل مباراة ودي نقطة مهمة الـ XG 64 من 100 وهو مسجل 85% فيما معناه أن الفانش بتاعه قدام الجون قوي جدا وخطير أهداف بالقدم اليسر هو بيلعب برجليل الشمال طبعا جايب هدفين المحاولات 12 و 6 بين 3 خشابات بمعدل 5 و 12 من 100 لكل مباراة في الثلاث مباراة بمعدل 52 لكل مباراة وصناعة الأهداف صنع هدف أحد أهم تمريات مفتاحية 6 مراوغية 50 عمل 8 منهم 4 صحيح عرضيات 27 في المية 11 منهم 3 صحاح الباص 88 منهم 69 صحيح بنسبة 78 في المية فقد الكورة 17 مرة منهم 12 مرة تحت ضغط ده فيما معناه أنه هو تحت الضغط بيفقد الكورة ودي نقطة مهمة استخلص الكورة 8 من الجناحات اللي ملوش دور دفاعي قوي مع منتخب كودوفور وده لأن نص ملعب منتخب كودوفور قوي جدا في حتة المساعدات الدفاعية والهجومية اللي اتنين خط وص منتخب كودوفور قوي جدا بعتبره أنا شخصيا أهم خط وص موجود في البطولة فرانك كيسا إبراين سنجاري ووراهم جون ميشيل سيري المسؤول عن الأدوار الدفاعية كماركا الستة خط وص متكامل فرانك كيسا وإبراين سنجاري 8 لتنين كل واحد مسجل هدف تدعمتهم الهجومية قوية فرانك كيسا بيلعب في الناحية الشمال بيساعد الباك الشمال لأن ماكس جرادل ما بيدفعش كتير وإبراهيم سنجاري بيساعد الباك اليمين لأن نوكلس بيبي مش بيدفع كتير وجون ميشيل سيري دي أحد أهم نقاط الضعف في منتخب كودوفور برضو لو ناخدها الحتة اليمينة عند منتخب كودوفور اللي هو سيرجي قوري نقطة ضعف كبيرة ورمسحة كبيرة كابتن يعني لو بصينا دي هدف سيريليون الأول الكورة تلعبت في دهره هو دايما وورا مساحة الباك اليمين عندهم اللي هو سيرجي قوري أو إيريك بالي اللي هو بيلعب برضو المدافع اللي بيلعب جنبه الحتة اليمين دي عندهم فيها مساحة يقدر مرموش يستغلها ده هدف الثاني لسيريليون من نفس المساحة برضو المساحة اللي وورا سيرجي قوري معانا حالة تانية برضو ده الهدف الثاني بتاع سيريليون مساحة دي برضو في مطشي سيريليون هنا فيه نقطتين عايزين نتكلم عليهم في المنظومة الدفاعية لمنتخب كودوفور هي مش احسن حاجة أضعف خطوط منتخب كودوفور يا إيشو هو خط الدفاع خط الدفاع عندهم مش سريع وبيتمركز مش بشكل جيد عندهم مشكلتين في قلب الدفاع المشكلة اللي هي وورا الباك اليمين خلص اللي هي وورا سيرجي قوري هي مشكلة أصلا في سيرجي قوري حتى في طاة نهام ولكن في مشكلة تانية لمنتخب كودوفور وهي المساحة اللي ما بين خط الوسط وخط الدفاع استلم هنا فيها لعب سيريليون وسجل منها بتتكرر كتير القرارات في مطشي الجزائر كتير المساحة اللي بينه الخطوط دايما المنتخبات بتستغلها وتحديدا المساحة اللي ما بين خط الوسط وقلب الدفاع دي مشكلة عند منتخب كودوفور هذه النقطة اللي أنا أحادي أكلم فيها أكتر لأنه هو هنا معظم الوقت منتخب كودوفور بيلعب أربعة واحد أربعة واحد نعم فدايما الواحد اللي هو سيريلي رقم أربعة دا دايما هو أصلا حواليه انكن هو الحالي بيشي واضح فيها أوي بس هو دايما حواليه مساحة يمين وشمال دايما بيكون مساحة فاضية فإحنا لازم نستغل المساحة دي خصوانه هو أحيانا بيضم كمان على خط الوسط قدامه فبتلاقي خط الدفاع منعزل تماما يعني خط الدفاع الواحده وبقى الفئر الواحدة فرقة كلها مندفعة هجوميا بيكون فيهم سيري دا هو رقم أربعة دا اللي هو الارتجاز مفروض بداعهم يعني وبالتالي سيب الخط الدفاع كله منعزل فإحنا هنا عايزين اللعيبة اللي عندها السرعة فأنا بصراحة مش شايف أي دور خالص في المباراة دي لنصان محمد يعني ده نتكلم عنه في التشكيل متوقع والتشكيل المتمنى بالنسبة لي يعني لكن هنا إحنا عندنا المركز دا أو الفريق دا عنده مشكلة في المنطقة اللي هي أمام خط الدفاع فإذا إحنا محتاجين نشتغل الحتة دي مش نيخل محمد صراح أو محمد شريف قويين كان يتحركوا فيها إحنا عايزين هو نبصلهم الكرة فيها يعني تتوصلوا أصلا الكرة من خط الوسط بتاعك لهم عشانت تقول محمد صراح رأس وعدي وعليك تباصي أو يشور لأ إحنا عايزين هو يفنش زي ما رجل لا فنش كده يبقى أنت تتفنش هو دي النقطة اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيها خصوصا أنه يعني عايزة بقى أتكلم في حتة التشكيل هنا أن أنت أنا أوجد نظري بصراحة غير التشكيل المتوقع التشكيل المتوقع سيكون غالبا زي التشكيل المبارئ اللي فاتت وكل مبارئة اللي أنت بتلعب بها أربعة ثلاثة ثلاثة والتشكيل المعروف لكن أنا شايف أن إحنا لو بدأنا بتشكيل دي بردو نفس اللقطة في مطش الجزائر استلم يوسف البلايلي في نص الملعب لعب لونج بول إبراهيم لياسين إبراهيمي في المساحة اللي خلف سيرجو قريق اتضرب منها واضطر أنه يعمل فاول وخد انظار فيها المساحة دي مشكلة كبيرة عندهم المساحة اللي خلف الباك اليمين والمدافع الأيمن المساحة دي مهمة والمساحة اللي بين الخطوط ما بين خطو الوسط وقلب الدفاع عندهم دي مشكلة دايما الخصم بيستلم فيها كتير مانت في مطش الجزائر وإسرائيليون سجل منها هدف التاني هدف التعادل مع كودوفور فالنقطتين دول هم أحد أهم نقاط الضعف في المنتخب كودوفور نقاطة الكوازية ما اتفقنا الأطراف الأطراف عندهم قوية جدا سواء ماكس جرادل أول ما بيلعب زيها في الناحية الشمال في الناحية اليمين طبعا نوكلس بيبي من أخطر اللعابة الموجودين في شكل الهجومي وطبعا المهاجم هيلر هدف دوري الأبطال ولسه ما ندمجش قوي في منظومة كودوفور لإني ده تمام مطش لي دي أول بطولة دي أول بطولة مجمعة يشارك مع الفريق ده ولكن المهاجم خطير جدا بيلعب بدماغه بيلعب برجله اليمين حلوة قوي قوي كمان مفنش كورة في مطش سيراليون هيلة فناخب بنا منه وبيلعب بدماغه كويس جدا ولعب هدف فمنتخب كودوفور عموما لو هنلخصه هو منتخب هجوميا سريع مرهق محتاج أنت اللي تتحكم في رتم المباراة محتاج أنت اللي تبقى ماسك زمام المباراة ودي نقطة مهمة لو سلمت الكورة أو فكرت إنك تلعب هاي بلوك هيتعبك لإني هو سريع وبيقدر يطلع بالكورة تحت ضغطه عندهم فرانك يسا عندهم إبراهيم سنجاري بيعرفوا يطلعوا كويس بيعرفوا يطلعوا كويس جدا بالكورة تحت ضغطه ودي نقطة مهمة إحنا مطلوب مننا ما ندهمش الاستحواز لإن هم سروا عارة نوم سريع جدا هيرهقنا لو شوفنا ماتش الجزائر في أول في أول 30 دي أرهقوا الجزائر أرهقوا أما سابوا الجزائر الكورة وكرروا أن هم يرجعوا ولعبوا كونتر أتاك تحول سريع بشكل غير عادي عندهم طرفين نوكلس بيبي أو زاهة أو ماكس جرادل وفي نص الملعب اتنين لعيبة بيعرفوا يحرقوا الفريق فبيطلعوا بشكل جيد جدا بطلعوا بشكل جيد جدا وسريع فده بيخلينا إحنا اللي نتحكم في المباراة تونس عجبتني في إدارتها للجيم قدام ناجيريا إحنا أخطعنا قدام ناجيريا إنه يدينهم الكورة فخلونا نضطر إنهنا نلعب بريتم سريع تونس عملت العكس وهم اللي بطلعوا إحنا اللي نمسك زمام الجيم دي هتفرق معنا جدا وده تشكيل متوقع لمنتخب مصر كدفور فده ليش بناء ده الكرام ده بناء على الواكر يعملوا غالبا يعني لكن احنا عندنا وجود نظر تانية بس احنا نقول بس التشكيل متوقع اللي هو عشان الناس كلها تعرفوا يعني شنو في حاسة المرمى حجازي وعد المنعم قلبين دفاع على اليمين عمر كمال على الشمال أيمن أشرف وبعدين ثلاثي خط الوسط في القلب بالأسف يعني عمر السلية وبعدين أحمد سيد يزو والنني ومستقى محمد مهاجم ومرموش جناح شمال ومحمد صراح جناح يمين أنا عدي ونظر تاني خالص بقى بالنسبة للتشكيل ده وهو أن احنا نلعب خصا مع الضغط والمساحات يعني احنا احنا شفنا أول خريطة عرضناها هو اختراقات منتخب كدفور منتخبات ويضغط من الأطراف ما بين قلب الدفاع والزهير سواء آمن أو أيصر فإذا أنت عايز يكون فيه زيادة عددية هنا محتاج تلعب ثلاثة أربعة ثلاثة وكمان اللي هو الطرفين بقى اللي هو الباك يمين وباك الشمال ينضم على ثلاثي خط الدفاع فيكون عندك خمسة فهنا هتقلل شوية حطة الخطورة بتاعة الظهرين بتوحهم والوينجين بتقدموا بشكل مرعب جدا فأنت هنا يكون حمدي فاتحي ينزل بين الدفاع هو أصلا في نادي الأهلي ومتعود على الطريقة دي فأنا أتمنى أن نأخذ التجربة دي يخلي حمدي فاتحي في النص هنا بين حجاز وعدمين لا يوجد أي مشكلة خالص ونفس فإيبقى الشكل هذا خمسة ثلاثة 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 فأنت محتاج هنا عامل السرعة أنت مع احترام يا يحمد أنت لن تكون مستحوذ أول أن الفريدة عنده يعطب شوية عامل الأرض هو اللي متعود على الملعب ده ثلاثة مبارئة أنت لسا اللي هتروح له فأنت مش متعود على الملعب ده هو أصلا سيئ جدا يعني فإذا أنت هما لديهم أفضلية الملعب عامل وكانين هنروح نعيب وأنصف في أرضهم يعني هي أرض محايا بس هو أقرب أنهم تعود عليها ثلاثة ماتشاة أنت هتروح أول مباراة فإذا أنت مش هتستحوذ على اللعب مهما حاولت نحن طبعا أنا فيها من نوع منتخب تونس فعلا عمل نحن ما نقدر نعمله لكن حتى نقص العدد إحنا قلنا أنه متميز عن محمد شريف بفكرة الكوات الرئاسية لكن هل أنت متوقع أن نعمل كرصات يمين وشمال كتير جدا متوقع الحقيقة يعني أنا أتمنى يكون فيه كده ويكون في استغلالة مقبلك موفيحنا هل مباراة السودان فيه أكتر من عشرين أوفر عملنا لكن رغم كده لا استغلالة مستوى محمد لن يجب محمد شريف في مركز محمد شريف اللاعب مهالي يعرف باص أنه عنده حيث يطلع الوينجين في الأهلي فأنت لازم تضع هجوم بحيث أنه يطلع الوينجين معه دوية نظري أخير كابتن عندي فكرة هو صعب يلعب بثلاثة وراء مستحيل يجيب ويغير في شكله وده حاجة بطبيعية في البحشات الصعبة بيقى مطلوب منك جدا انت خلاص انت لعبتك بتلعب 4-3-3 طول بطولة معودهم على كده بتلعب كده صعب جدا يغير من الشكل في مباراة صعبة ده فكرة بالنسبة لي مستبعدة هنا الفكرة في تشكيل منتخب مصر أنا متفق معك كابتن في فكرة زيزو حضرتك قلتها مبارح أول مبارح سمعتها فكرة زيزو مهم مهم لأن زيزو سيساعد عمر كمال في الطرف أكتر من عبدالله زيزو مماس فيها فكرة انه بيقوم مدور دفاعي سيقوم بشكل جيد جدا مع عمر كمال فكرة أيمن أشرف أيمن أشرف دفاعيا جيد جدا أنا مع فكرة أيمن أشرف حتى لو فتوح جاس أيمن بيأخذ بدأ يدي بشكل جيد جدا في الحتة دفاعيا بيعرف يتمركز بشكل جيد قوي قوي والحتة دي مهمة الحتة دي أهم مساحة هيحتاجها منتخب كودوفور اللي هي حتة نوكلس بيبي حتة دي مهمة قوي فأنا مؤيد لفكرة أيمن أشرف أعتقد إن ده بنسبة 90% هيكون تشكيل منتخب مصر من رؤي شناوي عبد المنعم حجازي عمر كمال وأيمن أشرف ونني وعمر السلية وزيزو زيزو أو عبد الله بس أنا كأحمد الحنفي بفضل زيزو أنا شايف زيزو أقوى في الحتة ديت عشان الدور الدفاعي وعلشان مسندة المساحة حتى عمر كمال ديت هتبقى صعبة شوية عليه في الشكل المهم زيزو تكمل كلامك وتأكد على كلامك أتمنى أن يكون الجازي فاني واخبر منها أن أنت البديل عبد الله السعيد لو بدأ مش يكمل فإنت المباراة وارد ومحتمل جدا أن أنت تصل لضربات الجزاء أنت مفترض زيزو ضربات جزاء وعبد الله السعيد متخص مفترض رقم في ضربات الجزاء فانت ماينفعش تدخل عبد الله السعيد في أول مباراة وترجع تسحبه فإن خسرت لعب مهم جدا في تنفيذ ضربات الجزاء أتمنى النقطة تكون واضحة أنه لازم عبد الله لو بدأ مش يكمل فانت تخليه كورقة ربحة عندك وكي حسنا إلى 400 القرم إن شاء الله مسلا وسجلن هدف وإحنا المتحكين في ريتم المباراة فانت تنزله إن هو يهدي لعبة شوية يستحوز على الكورة يلف يمين شمال فهيكون ده وجوده كبدير أفضل من وجوده كأساسي لوجود نظري وفي الشكل الهجومي مرموش ومصطفى وصلاح مصطفى أنا متوقع أنه يبتدي مصطفى يبتدي لسببين مصطفى هو المقتنع بإن هو مهاجم منتخب أو رقم واحد رقم اثنين إن هو منتخب كدفور في أكتر من ماتش في ماتش الجزائر بنت بشكل واضح قوي عندهم مشاكل في الكورات العرضية يعني هما استقبلوا هدف الجزائر من كورة عرضية كمركزهم نفسه في الكورات العرضية مش أفضل حاجة فدي ممكن يستغلها مصطفى بشكل جيد بالنضاف أنه مقتنع ممكن تسفيد من عبدالله في الشروط التاني بالنسبة لمنتخب كدفور الشكل اللي بنتده بيه هو ثابت ما بيتغير باستثناء ممكن ماكس جرادل يبدأ أوزاه هو ده الكلام نتكلم على أسماء يعني صراحة كلها طبعا أرسنال آيكس ميلان كوكب منشستر توتنهام فيه فريقه جدا وهو كمنظومة متجنسين مع بعض عارفين يقدموا حاجة شكلها حلو وسريعة شكلها ومشكلتها سريعة قطت نقاط كتير كابتن أرهاك الجزائر توقعاتكم بكرة آخر توقعاتكم المباراة بكرة عندكم حاجة تانية لسه تقولوها في النقط دي لا تمام كده تمام توقعاتكم بكرة للمباراة حنفي أنا متوقع إن شاء الله نقدم ماتش كويس بإذن لا نكسب إن شاء الله بإذن لا أتمنى حاجة أتمنى طبعا لفوز منتخب مصر لكن مش متوقع حاجة إجابية إن شاء الله إن شاء الله أنت مش متوقع تتمنى نكسب طبعا لكن أتمنى حاجة أفضل بالمنطق أنا شخصيا أتوقع مع الحنف الحقيقة في إن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع النفوز في هذه المباراة أنا بشكركم شكرا جزيلا أنا حنا فيها إيشو على وجودكم معنا النهاردة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله بكرة الساعة 6 مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الإفوالي كل أمنيات الطيبة طبعا لمنتخبنا الوطني بالفوز في هذه المباراة بعد كده بقى أني ما نتكلم على موضوع المغرب يعني إن شاء الله ربنا يكرم ده بس بكرة الأول وبعد كده نتكلم فيه ما هو قادم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون أمام المغرب أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله بكرة على الهواء مباشرة الساعة 11 هكون مع حضراتكم إن شاء الله إن شاء الله يكون ربنا كرمنا ونقدر نتكلم كويس جدا جدا عن المنتخب أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا أشوفكم على خير